إذا الاشتماع إذا ثقب وائد بمعنى يدب استماعها لعب ما قال يدب سماعها لأن السماع غير الاستماع لو قال يدب سماعها كان أميز مع الحق بغض صالة هذا فيه مشقة على الناس لأنك تنقط على الأجهزة قال بغض الصراح ما يسمع شيء بو خالد ما يسمع شيء فإذا يدب الاستماع والاستماع هو طلب السماع يعني الإنسان يطلب سماع الحكبة يستمع فإن سمع هذا هو المطلوب وإن لم يسمع تمت صلاة فالواجب فالواجب الاستماع أي طلب السماع ومن الاستماع أن لا يشتغل بشيء أثناء الخطف عادل علم عدل حتى منها الذكر والاستغفار والنظرة والتفكير والاشتغال بإصلاح أينما كل هذه الأشياء من الشراغ التي لا تدوز أثناء خطبة الجمعة فإذا قال شيئا من قال لأفيه الصد أي أسكت فقد ألغى ومن ألغى فقد بطلت صلاة لأنه الآن إذا دخل كما في الحديث إذا صعد الإمام فلا صلاة ولا ولا كلام فمن قال كلاما بعد ابتداء الخطبة فقد بطلت صلاة بطلت صلاة لأنه بداية الخطبة جزء من الصلاة فما لا يعلم أولا عليه أن يحرر وللإمام القطب كلام أقوال في هذا وأوسع رحمه الله لأن الآن الذي يتكلم أثناء خطبة إذا قلنا يخرج خروجه ماذا سيحدث سيحدث اشتغال لكثير من المصلي حتى يكون تقضوها حتى يقول إن هذا ملعب حتى يكون حتى يكون حتى يكون ستحرث هناك بل بل لذلك قال إمام القطب رحمه الله قال فليتب من مكانه يعني إذا تحدث يتوب وهذا ما هذا يتوب إنه ينتبه إن هذا فقد جمعة ما بيكلها والتوبة والتوبة إنه لا يضجع صلاة يسكت ويستغذر من مكانه توبة للناه عز وجل ويواصل صلاته أيضا الذين قالوا بالخروج قالوا توبته أبي حروج فإذا أخرت فاته فضل السابق لأن الندياتي مبكة صلاة الجمعة له فضل عظيم فهو بما أن تكامل تكامل أثناء القطبة هدم ما بناه فيخد ويلفل من جديد ويكون له أجر المتأخرين وليس أجر المتقدمين وهذه عقوبة عليه لما فعل هنا خمة الدماء طبعا هذا بقى ليش بالآخر طيب إذا الوفاة هو فضل السابق لأن ه سيكون مثل الله في الحقيقة اختيار أمام الخطب خصوصا في زماننا هذا تكون الجوار اعتار سهل كل ناس صلي وهذا فلص المسجد ويرجع لأن حتى بعض العلمة قلت يتوفر ولا تبتل أعمالك هو أطل عمله والخطبة جوز من الصلاة ويرجع آخر الصف فال عن هذا هو الأنسب والأسلم حتى لا يكثب البلغين صفوف المصلين ويتخطى الرقاب وهو طالع في ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر